مع تصاعد الشكاوى من الاكتضاظ المسجل في سجون العراق من قبل جهات عديدة جدل واسع تصدر المشهد العراقي بعد أعلان وزارة العدل الحالية قرب بناء السجن الجديد في مدينة الكود فضلا عن بناء سجن آخر في محافظة التأميم أعلان وزارة العدل بناء سجون جديد يتناقض مع المعايير الدولية والتسابق دول العالم من أجل إغلاق السجون وليس لإنشاء أخرى جديدة كما يحدث في العراق رغم سمرار أزمة اتضاظ السجون فيه الأمر الذي يؤدي لانتشار أمراض بين المعتقلين في حين تتواصل الانتقادات الحقوقية في هذا الإطار وعلى الرغم من هذه الإعلانات التي تتعامل معها الوزارة بوصفها إنجازات فإنها تبين ارتفاع معدلات الجريمة من جهة وأخفاق دوائر الأصلاح في أداء دورها في التقليل من السجناء من جهة أخرى نهيك عن أعداد كبيرة من المعتقلين يقبعون في السجون دون تهم حقيقية أو بتهم انتزعت بالإكراه أو بوشاية المخبر السرية فيما تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية أن المشكلات السياسية تحول دون الاتفاق على مشروع قانون العفو العام وزير العدل الحالي خالد شواني كان قد أقر في وقت سابق بأن تضخم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300% الأمر الذي يؤكد ما يجري تداوله عن وضع بائس في السجون الحكومية إلى جانب التعذيب والابتزاز تجدر الإشارة إلى أن ملف المعتقلين في العراق من الملفات المعقدة والأسيما مع الاقتضاد والانتهاكات وإدخال الممنوعات إلى السجون فضلا عن عدم توفر بيانات رسمية بعدد السجناف في البلاد في حين أن أرقام متضاربة تلفت إلى أنها تقترب من 100 ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع إلى جانب ذلك يستمر الحديث عن سجون سرية تضم آلاف المعتقلين تابعا لميليشيات متنفذة في البلاد